وإن شاء الله راح ناخذ أول محاضرة من محاضرات الرينال سيستم اللي هو الجهاز البولي اللي يتحدث أكثر شي عن إزالة المخلفات من الجسم هاي هي الوظيفة الأساسية والرئيسية اللي موجود عليها يعني اللي موجود على مودها اليورنالي سيستم إنه شك مخلفات انطلحها يطلحها الخارج وأكثر مخلف من دن المخلفات اللي انطلحها هي اليورية واليورية تجي من تكسير البروتينات إذن يوميا إحنا من دناكل لحم دناكل أي شي ببروتينات هاي البروتينات تتكسر ويطلع منعدها يورية هاي اليورية هي اللي تطلع بالإدرار فبالبداية راح نحكي عن تركيب ووظائف الرينال سيستم بشكل عام الدور ننزل للنفرون اللي هي الفلاتر الزغيرونة اللي يمسوية الكلية ناخذ تركيبها دور ناخذ أنواع النفرون وآخر شي راح نحكي عن البلد سبلايف هسا شوف شنو التركيب والرينال سيستم بنفس الرينال سيستم متكون من أربع شغلات من الكيدني تو كيدني وتو يوريتر اثنين من الحالبين يجتمعا بوان بلدر مثانة واحدة وآخر شي اليوريثرا الاحليل اللي يطلع اليورين للخارج الكيدني مثل ما تعرفون هي نسميها ريترو بريتونيول يعني عضو خارج بريتونيول زين دكتور شنو البريتونيوم هاي الأبدومن شباب أكو غشاء هذا الغشاء يحيط لك بعض أعضاء الأبدومن بعض أعضاء الأبدومن تكون محاطة بهذا الغشاء من جميع الجهات فنسميها إنترا بريتونيول أورجن وأكو أعضاء تصير خلفة فنسميها ريترو بريتونيول أورجن يعني هسا أنت نايم على ظهرك أرس ما كينش نايم على ظهرك زين وأكو غشاء هنا زين هذا نسميه البريتونيوم هذا البريتونيوم من يجي مثلا خلني افترض اكو عضو هنانا هذا موجود هنا خلني نقول الانتستن اجوجينم فتعدك هذا البريتونيوم من راح يجي راح يجي لهذا العضو يغطيه من جميع النواحي ويرجع والدور يمشي ويفتر هذا العضو بما انه محاط بالبريتونيوم من جميع النواحي صحة الانترا بريتونيوم وذن الدبل لير الطبقتين صحة الهن مزين تري زين اكو اعضاء لا والله صايرة خلف البريتونيوم يعني هنانا اللي هي قريبة عالظهر هسا هاي هنانا الفقرات مالتك زين فهذا الظهر مالتك فاكو اعضاء صايرة خلف البريتونيوم يعني البريتونيوم مغطيها فقط من الامام هاي نسميها رترو بريتونيوم أورغن فاينانا نشوف الكليات مالاتك لان هن قليبات عالظهرك شايفين واحد صعب دعلمبلكية وين يلزم هذا المكان ليش لان هن بوستيريار ابدومنال خارج البريتونيوم الكافتي اذا نياهن انصحن الريترو بريتونيوم أورغن كل كلية من الكليات هي بحجم القبضة مالتك يعني هاي الفست مالتك من السده هاي بقدل قبضات مالتك فتسدتين القبضات مالتك وترجحن هو هاد مكان الكليات مالتك فإيش كيدني أو في أن أدولت مال شخص بالغ تكون السائز مالتك ما كلينجت فيست أو فيست طبعا هاي نها فيست يعني قبضة وكلينجت يعني مسدودة هاي القبضة طيب إنانا الكليا بيها الميدال سايد هتعفون إحنا نجر خط من آنة هذا الخط نجره من آنة فهذا يصير الميديل اللي هو قريب على الوسط وهذا اللاترال اللي قريب على الوسط هنا هذا الميديل سايد أكو بباب نقدر ندخل ونطلع من الكلية من هذا الباب نسميه الهايلم الهايلم يساوي الدور الباب مات الكلية زي فتشون تطلع من الكلية أو تدخل إلها عن طريق هذا الهايلم فتشوفون الحالب اليوريتر الرينال آرتري الرينال فين كلهن ذن نشبيهن كلهن يدخلا من هذا الهايلم زين تشوفوه هذا نسميه الهايلم اللي هو بالميديل سايد أوف دي كدني لا تلاحظون انه الكليات ماخذات الشريان مالة من الأيورتة مباشرة من الأيورتة زين معناها الرينال آرتري هو واحد من الشرايين اللي لبرشر بيها كلش عالي زين بينما متلقى الشرايين الأخرى لا بعيدة عن الأيورتة فالضغط بيها قل فالرينال آرتري واحد من الشرايين اللي بيها ضغط عالي ليش لان قريب من الأيورتة كلش فذان يقول ميدال سايد مالة لكدني يحتوي على اندنتد ريجن على منطقة نازلة هيتش اندنتد يعني مجعوصة كأنما نسميها الهايلم اللي من خلالها يمر الرينال آرتري الفين من الليمفاتيك النيرف واليورتة كلش يمر ويطلع من عدها من هذا الهايلم شوف تلاحظون الكليه مو عدلة مو هيج عدلة لا وإنما جايه هيج ومنانا اندنتيشن صاير بيها نتوق نزلة هي حي نسميها الهايلم اللي هي اليورتر يطلع من عدها واليورتر ياخذ الفينال يورن الادرار النهائي من الكدني ويمشي وين من الكدني اخذي يوديه للبلدار واللي هناك يتخزن لحد ما يصر له امتينك طيب هذا بالنسبة الاناتومي العام نجي الى استركتور ماتي الكدني استركتور ماتي الكدني من اجي ابوع الكدني ألقاها بيها شغلتين مثل البرتقالة أو التفاحة أو الرقية شبيها؟ بيها قشرة من برة وبيها مدلة لب من الداخل الكدية نفس الشي هم بيها قشرة من فوق أسميها الكورتكس و من جوا سميها مدلئ الي هي اللوب الكورتكس هاوياها حلوة تخبل مع الأشي بيها الريين الفايروميد الطب مالتها أصلح لها بابلين البابلب يعني نِclipse ملتها أنصح لحى البابلب طبعا الهنانًا الحباب إتركيزوا عنا نقطة إنه بالمحاضرات القادمة راي نقول رينالبابلبلب فايتخونة للوينان جهي يعني من قول لحى النصح يتذكر حي إن ؟ الزيين اللي هي نهاية مدلة من قولك Cortex هنان جهlig من قولك Pyramid يعني جهamientos زيين نهاية البابلبلبلبلب هاية نصح لحى البابلبلبلب هنانا الباب اللي وين منتهية؟ منتهية بهذا الكالكس زيان الكالكس يعني شنو كالكس؟ يعني مثل الحوض يجمع الماء نسميه كالكس محقان يعني زيان أو قمع يجمع الإدرار الإدرار مين يتكون؟ يتكون من فوق ويبدي ينزل لهنانا فتجمع منا ومنانا عن طريق حوض انصح لكالكس الكالكس هذا يبدي يصغيروني مائنر كالكس ينجمع ويا مائنر كالكس تاني ويا مائنر كالكس ثالث يسوي لك هذا المائنر كالكس الكالكس الكبير إذن هذا أصح لها مائنر كالكس هذا الزغيرون زيان هذا مجموع المائنر كالكس لني كل هين زيان شوفوا هاي مجموع هاي كل المائنر كالكس يصح لها مائنر كالكس المائنر كالكس من كلها تجتمع شوف هاي مائنر كالكس ويا مائنر كالكس كلها تجتمع شو تسوي تسوي هذا الرينال بالفيس الرينال بالفيس إذن المدلة متكونة من Pyramid نهاية Pyramid papillae papillae متصلة ب minor colics minor colics متصلة ب major colics major colics متصلة بال pelvis وال pelvis متصلة بال urotaur هي هاي الفكرة الأساسية معناتنا طيب إسه ناخذ كمنانا structure مع الكدني نجي إلى function مع تلكدني وظائف الكدني مثل ما قلنا تاخذ المخلفات من الجسم وتخليها هنا أنا شو يجيها الدم تاخذ هذا الدم شي تسوي الأشياء الزيانة تخليها بالدم والأشياء المضرّة تفصلها تواديها للخار THIS يعني الكلية يجيها الدم كله الدم بي أشياء مفيدة ومخلهات الأشياء المفيدة كوريات الدم الحمرة والبروتينات وهي تخليها بال والصالح والأشياء المضرّة تقال والشياء المضرّة اطلح العاصف هي تواديهم بالإدرار واضح فهنانا هذا الوعاء الدموي وهذا الإدرار فتشوف الكلية واحدة من اهم وظائفها انه تطرح الويست المخلفات فلازم نعرف شين المخلفات لازم نعرف شين الفرق بين ويست مخلفات واحدة وميتابوليك واحدة الويست واحدة معناه فضلات يعني اشياء زايدة زين انا مثلا اكل برتقالتين مرات لا اكل فد اربع برتقالات زين او مثلا اتكلتلك تفاح هاي التفاح ماكلتها كلها بقى النصمال التفاح هذا ببيته هاش نسميه فضلات اللي هو يوسلس عديم الفاد واكو ميتابوليك وايست اللي هو مخلف عيضي الميتابوليك وايست مو عديم الفاد لا مضر اكثر يعني هذه البقية التفاحة اللي ذبيتها اللي هي كانت مجرد وايست من خليتها يوم ورا يوم جمعت عليها بكترية وبدت تطلع غازات مضرة فاذن الفرق بين الويست الوحدة والميتابوليك وايست انه الويست غير مفيدة يوسلس بينما الميتابوليك وايست مضرة الميتابولك ويست, عفوا الويست وحدها عديمة تفائدة بينما الميتابولك ويست شنو مضرع قاتل الخلايا اذا اتراكم لذلك الكلية شنو مطلوب من عندها تطرح كل الاشياء الويست والميتابولك ويست الكلوكوز مفيد ولكن الكلوكوز اذا ازداد عن الحاجة اسمي ويست وحدة فالكلية مطلوب من عندها تطرح هذا الويست هاي الفضلات .امان الزرافي ال wear انها مثلا .لحisol البيعه .لحisol البيعه .الเซران ب traكمته تؤذي الخلايا .الجلوكوز من جيدر . Подهول أي غير قليل .ازد ولكن زائد عن حاجة البيعه .من زائد اللثي ,زائد عن حاجة الجسم و Eveny .التالبي اللي تنتج الروتين هو حامودا ميني في أمونية أو ححموده يأخذب الكبد ي戰عي أي حامودا أمونا بالدنيا أي Scientists يتسر ياتحول إلى أكسيد كبير و ل cavalry يشةwr للذ LOVE واذه؟ أكل wir هي أحمد أمونيا الكلاه ي اشهد CDC امي نايتروجين الوظيفة الأولى وأهم وظيفة من وضعها في الكلية هي طرح الميتابوليكويست من أول واحد وأهم واحد هو اليوريا اللي قلنا يجي من الميتابوليزم على أماين وأسيتم زي الكرياتين اللي يجي من العضلات التم تريد تطلع طاقة تاخذ خشبة تحرقها تطلع طاقة من هاي الخشبة نار الخشبة وراها شو راح تتحول؟ راح تتحول إلى رماد صحيح نفس الشي العضلة تاخذ مادة اسمها كرياتين كرياتين تحرق هاي الكرياتين يبقى الفحم نسميه كرياتينين فهنا الكرياتين يجي من الكرياتين فأيضا هذا اللي يطلع من العضلات لازم نطرحها للخارج اليوريك أسيت اللي يجي من الـ DNA والـ RNA التي يومية تموت عدك ألف خلية بالعطسة الوحدة تموت أربعين ألف خلية التاسم من تعطس تشوف تموت عدك ويالرغاض اللي يطلع تموت عدك أربعين ألف خلية هذا الـ DNA والـ RNA يتم نسوي هي شيء الموت الخلاء يومية مئات الآلاف من الخلايا تموت فهي الخلايا بيها الـ DNA والـ RNA الـ DNA والـ RNA يتحول إلى يورك أسد هذا اليورك أسد هو اللي يساوه داع النقرس زيان واللي يسموه داع الملوك زيان فهذا هو اليورك أسد ليش يسموه داع الملوك؟ لأن الملوك يأكلون هواي لحم أحمر واللحم الأحمر بي خلايا اللحم الأحمر هو شنوه خلايا والخلايا بيها الـ DNA والـ RNA الـ DNA والـ RNA من تتكسر تتحول إلى يورك أسد زيان؟ اليورك أسد يتراكم مرات بالمفاصل مرات يساوي لك حسوة بالكل طيب، الرابع هو الـ البلوروبين البلوروبين زيان؟ الـ Heem هو Iron وبروتوبورفرين الـ Broto-Borferring راح تتحول إلى بلوروبين البلوروبين يروح للمكانين أساسيات يروح للإدرار أسميه يورو بلين يورو بلين يعني البلوروبين نفسه أسميه يورو بلين بالإدرار واللي هو يطيق لون الإدرار إذن الإدرار ليش لون أصفر؟ لأن بي يورو بلين ويروح للمكان الثاني هذا البلوروبين المكان الثاني اللي يروح له للخروج يتحول الى ستيركو ستيركو بلين واللي يطيك لون الخروج إذن ليش الخروج براون وليش الإدرار ييلو لأن جايات من البلوروبين بلوروبين يطيك يورو بلين أصفر وستيركو بلين جوزي طيب بعد أيضا الهرمونات والميتابولايت وبقية الأشياء أيضا يطرحها والفورن والأشياء اللي تاخذها أغلب الأدوية والسموم وين تحضر وين تنطرح تنطرح ويتخلص من بخليا من متاحذ ملحه هوية ومية يطلع الملح الزائد من متاخذ ملحه ہواية كيلية مائتك تحتفظ تأخذ بالأملاح فيتنظم مستويات الماء والأملاح فيتحافظ على الهوميوستيس على النظام مات الماء والأملاح شوكت ميصر عندك زيادة بالماء والأملاح؟ طلح، فيصر عندك، طلع لك تسوي لك إكسكريشن للووتر والإلكترولايت بريسايس لي ماتش انتيك يعني مطابقة بالضبط للانتيك جي قد تاخد زايد غلاسين ماء؟ تطرح غلاسين ماء؟ جي قد تاخد صوديوم زايد ملعقتين صوديوم؟ طيب هاي وظيفة ثانية وظيفة ثالثة انه هي تنظم البلد براشر شو تنظم البلد براشر؟ تنظمه عن طريق وحده نسميه short term وحده نسميه long term mechanism short term mechanism انه هي تطرح الرنين زيان، الكلي يتعرفون تطرح الرنين ليش تطرح الرنين؟ من يقل ضغط الدم؟ من البلد براشر يقل تطرح الرنين الرنين شي يسوي؟ يروح على مادة اسمها الانجيو تنسينوجين يحولها الى انجيو تنسين 1 الانجيو تنسين 1 بواسطة الانزيم اللي اسمه انجيو تنسين كومفيرتن انزيم اللي ينطرح من الرئاة يتحول من انجيو تنسين 1 الى انجيو تنسين 2 الراينين يحول لك الانجيوتنسنوجين الى انجيوتنسنننون الكونف Lily Alternatively الو نخجرة الإنزانية بين المد 우린 machach Ek وهي شغلات، خمس شغلات هو يسويه بس الآن سآل plenty الانجيوتنسنننون يروح يسوي لك زيادة بالإلدوسترون ويقلص لك الأوضعية الالدوسترون يسحب سواقل وهو يهض المدى يقلص لك الأوضعية فيزود لك اضغط الدم إذا متgiق تسحب سواقل وتقلص الأوضعية فضغط الدم رح يزداد عندك هاي short term long term لا والله إنه الكلية تسوي شنو بتسوي امتصاص للماء والأملاح فتصير أنت دائما عندك ماء وأملاح زيادة بالجسم هاي long term إنه الكلية من يبدي يصير بيها فشل على مدى فترة طويلة راح تبدي بعد ما تطرح الماء والأملاح يبقى المتراكمات على الجسم فيرفعا الضغط مالتك طيب هاي الوظيفة الثالثة وظيفة الرابعة تنظم الأسيت بايس بالانس شون عن طريق الألدوسترون الألدوسترون هاي راح ناخذ بالمحاضرات القادمة الألدوسترون شي يقول يقول أنا حب أربعة وأكره اثنين يابا شي تحب وشي تكره يقول أنا يمتص الصوديوم واحد والكلورايت اثنين والأت سيو ثري اللي هو قاعدة والماء يمتصهم من الإدرار للدم ويكره اثنين يطلع اثنين يكره البوتاسيوم ويكره الهايدروجين فهو بما أنه دا يمتص لك ركز شوف الألدوسترون دا يمتص أت سيو ثري للدم من الإدرار للدم دا يمتص زيان دا يمتص أت سيو ثري شوف يمتص أت سيو ثري من الإدرار للدم إذن يش دا يسوي لك الدم قاعدة أكثر وده يتخلص من الأتش يترح لك الأتش من الدم يوديها للإدرار يتخلص من عدها إذن الألدوسترون شي سوي للبي أتش هاي بالمسي كيو موجودة الألدوسترون شي سوي للبي أتش يرفع البي أتش دا هو دا يجيب قاعدية ويتخلص من الحامضية فالبي أتش ترتفع طيب فهلانا نقول إنه هو تنظم الأسد بايس بانس زيان هيا ويا الانج إحنا عدنا مكانين بالجسم ينظمة الأسد بايس بانس السمращ Jose التاسي تحبس نفسك لا تنفس السيو toesوة صوارك حامضية بالدم تنفسوا طلعتيا تاي خير緣 يعني طلعتيا ت Ground فاللنج تنظم لك معدلات الأسيد بيس والكلية أيضاً تنظم لك معدلات الأسيد بيس إذن الأسيد بيس اللي هو شغلتين ينظموا أيضاً اثنين الراسبيات والرينال فهنا الكيدني تسيطر لك على إفراز الأسيدتي ورغلات بادي بفر استور يعني تسحب لك المواد البفر اللي هي تعادل الحامضية اللي هي الأسي أو ثري تسحب لك العسي أو ثري طيب هاي وظيفة الرابعة مالتها وظيفة الخامسة للكيدني إنه الكيدني تساهم بإنتاج الار بي سي ليش آن واحد من الناس اللي يعتبر الكيدني إندوكراين غلانت مع العلم هو يعترضون عليه الكيدني تفرز الأرثروبويتين والأرثروبويتين هورمون نزيل وإحنا أي مكان يفرز هورمون صح لإندوكراين فالكلية بيها إندوكراين بارت الإندوكراين بارت مالتها بي شغلتين بي إفراز للأرثروبويتين وبي للفايتامين دي الفايتامين دي يعتبر هورمون صحيح خب الفايتامين دي معروف نعتبر أحد على استيرويد هورمون مثل ما قلت لكم فيذني الثنيين هنا نعتبر هن إندوكراين فإذن الك Impf Let's give you one إنت صح PE تقول لي دكتور Бيها regulatory function بيها đây نعرفها بيها regulatory function اللي هي튼 كليا الهاتف الثنيين وثلاثة Sensore copy الndocrine function اللي هي ال Jonathan اللي هي الaryتروبيوتين والفايتامين دي� أريثرو بويتين شون تسيطر على إريثرو بويتين؟ من يساعد لك هاي بوكس يقلم استويات الأوكسجين بالدم راح تتحسس الكلية الكلية متتحسس تطرح إريثرو بويتين إريثرو بويتين يروح للنخاع العظم يطلع لك هواية RBC فيزود لك عدد الـ RBC فهنا يقول تنظم لك إريثرو سايت بروديكشن من نخاع العظم شون عن طريق تفرز إريثرو بويتين اللي هو يحفز لك النخاع العظم أنه يطلع لك RPC هاي الوظيفة الأولى بالإندوكراين الوظيفة الثانية أنه هو يساهم بإنتاج الفيتامين D3 شو يساهم بإنتاج الفيتامين D3 أنا أقولكم الفيتامين D3 يجيك من مكانين لو من الأكل وهو بنسبة كلش قليلة لو من الأشعة فوقها البنفسجية اللي تجي من الشمس هو الفيتامين D شنو دهن شاربين الأوبرا مع الفيتامين D دهن بحت عبارة عن كوليسترول بحت فهو عبارة عن كوليسترول الكوليسترول مالتنا يضربة أشعة الشمس تحولها إلى بايتامين D الفيتامين D اللي يجيك يجيك متكون من أدت ذرات مالكاربون غير فعالة حتى نفعلها شنحتاج نحتاج نحط لها ذرة OH على الذرة رقم واحد وOH على الذرة رقم خمسة وعشرين هنا أنا نحتاج واحدة ثانية زياد من هو اللي يحط OH على الذرة رقم واحد واللي يحط OH على ذرة كاربون رقم خمسة وعشرين أعضاء الجسم اللي يحط على الخمسة وعشرين الكابت اللي يحط على ذرة رقم واحد الكيلية وداما هي الكيلية أصغر من الكابت وبالتالي الكيلية على رقم واحد والكابت على رقم خمسا وعشرين لذلك الفيتامين دي اللي هو شنصح له؟ نصح له فيتامين دي أو نصح له كولي كالسيفرول شي صحو له؟ ما يصحو له فيتامين دي لا يقولون واحد خمسة وعشرين واحد خمسة وعشرين داي هايدروكسي لأن بي 2 هايدروكسي بي 2 اوهج فيتامين دي داي هايدروكسي فيتامين دي فإذن الكلية تقول داي هايدروكسي يعني تسوي لك الـactivation نسميها أو فيتامين دي ولهذا الناس اللي عدتهم فشل كله وياخذون حب اسمه والألفة هذا نسميه فيتامين دي مفعل الموظيفة الأخيرة من وضائف الكلية هي بالميتابولزم الميتابولزم شنو؟ إنه الكلية تسوي لك تعريف الـGluconeogenesis قلنا هو تكوين الـGlucose from non-carbohydrate source زين فـGlucose synthesis تكوين الـGlucose من هو اللي يسويه 80% الكبد 15% الكلية و 5% الانتستين عادة 80% تشتغل الكبد مع عدى بالـProlonged fasting من نصوم فترة طويلة تبدي الكلية أيضا تساهم لأنه من نصوم فترة طويلة الكبد بعد ما يكفي فتقوم تحتاج الكلية فيقول أغلب الـGluconeogenesis يشطير بالـLever منتين من عندها ولكن نسبة substantial fraction يعني نسبة كبيرة جدا تحدث بالكلية شوكت بالـProlonged fasting إذن تشوفون وضائف الكلية هو يصحولها الـWatbed منترون الـ音 المطلوب هكذا .. ثاني شيء وظيفة تنظيمية تنظم لك الووتر والالكترولايت الاسد بيس والبلاد براشر ثلاثة لها وظيفة نسميها ميتابوليك فنكشن اللي هي غلوكونيوجينسيس واربعة اندوكراين فنكشن اللي هي الفيتامين دي يعني الفيتامين دي وشنو والارتروبوتين من الابراكس الارتروبوتين طيب هسه افتهمنا وظائف الكلية نجي الى النفرون تركيب النفرون هاني هاي النفرون اريد اضاع لها زيان عنا مود اشوفها مين متكونة النفرون راح لقاها اول شي متكونة من وعاء دموي اسميه غلوميريولاس هاوياها هاي هنانا مهمة هاي نحتاج بالمحاضرات القادمة شوف هاذا نسميها هاي نسميها غلوميريولاس كبيبة يعني مجموعة gloss دمويه هاي مجموعة OYه میجموعة الدمويه قاعدة بكابسولة الكابسولة اسمي حلها بومان كبسول باضح غلوميريولاس وبومان كبسول غلوميريولاس زااد البومان كبسول اشيح لهم اسمي ح frühهم رينايل كورباصل فصالت عندك التهنانه هاي الإواميريولاس اللي هي الدم وهي البومان كبسول مثالي هاي CRISP الثانية أصيح لهم الثنياً أصيح لهم الغلوميرلس والبمع كبسوا أصيح لهم رينال كوربصل طيب هذا أول شيء اللي هو الرينال كوربصل ثاني شيء تجين قناة قريبة ولكن بها عوجاج أسميها بروكزمال لأن قريبة على الغلوميرلس وكونفوليوتيت لأن معدلة تيوبيول لأن هي قناة وراء تجين عروة عروة يعني نزول نسميها لوب يعني عروة هنلي ووجزة نازلة وجزة صحد وراء. عروة هنلي يجيني firches привast club اللي هو القناة البعيدة بعيدة عن المنوع بعيدة عن الأجلوميرل Поэтому وراء. عروة هنلي وراء. عروة هنلي وراء. ديسطال كوم gibt cool particular هذا يصغيرون هنال مبين بينdzy Sul Engineer وبين القناة الجامعة فهاي كونكتنج تيوبيول هاي اصح لها كونكتنج دكت لا تخافون ان كل هين راح ناخذه بالتفصيل هسا احنا احنا عرفنا تركيب النفرون مالتنا اللي هي بومان كابسول صحت لهم دولارين كوربوسل بروكزمال تيوبيول لوبوف هنلي هاي ديستال تيوبيول ووراها كونكتنج تيوبيول ووراها كونكتنج كونكتنج دكتنج هاي المنا لنا اسميها كونكتنج هاي اسميها كونكتنج دكت طيب هسا هاي النفرون وين موجودة؟ النفرون متواجدة بالكلية كل كلية من كلاتنا بيها تقريبا مليون وميتين ألف نفرونة النفرونة هي اللي نسميها البيسيك ستركترال ان فانكشنال يونت هي الوحدة التركيبية والوظيفية للكلية يعني الفلاتر الزغار مع تلكلية نسميه النفرون يعني الكلية هي مصنع عمال بيها العمالة صح لهم النفرون طيب دكتور ذني مليون وميتين ألف هنانة ومليون وميتين ألف هنانة مليونين وربعمية نفرونة نستقدمهم كلهن؟ لا عادة نستقدم خمسمية ألف من الكلية الوحدة يعني منها نستقدم خمسمية ألف منها خمسمية ألف منها خمسمية ألف هاي ملاحظة خلوها ببالكم طيب هسا شباب دني النفرونات هذا عن ليش قايل لك سيمبل هذا الرسم مو حقيقي النفرون مو هيتش يعني شنو؟ يعني نفس دني الأجزاء بس هما يوخروها على مود فور سيمبلسيتي يعني على مود أنه يوضحوا الكياه بالحقيقة شنو اللي صاير؟ بالحقيقة البروكزمال تيوبيول جايه الدور اللوبوفينلي اللوبوفينلي ما مكملة بهذا التجاه راجعة مرة ثانية على الكلوميرولاس هاي تفيدنا بعبدياً كل شي تفيدنا هذا التصور راح يخليك ما تخطأ من ما عندك هذا التصور ما حتحاتش الكياه هيتش راح تخطأ بالرسومات تخطأ بالأجوبة مالتك بالأمسي كيوات من واحد يسئلك يومية تلقى معنى بينما قدت تقول هذا الرسم مو حقيقي بسيط بس عنا مودي فهمني الرسم الحقيقي هذا وياه الرسم الحقيقي إنه هاي الكلوميرولاس هاذا البروكزمال تيوبيول هاي اللوبوفينلي وهاي شنو؟ بعته اللوبوفينلي شوف الحد هنا اللوبوفينلي فاللوبوفينلي ترجع مرة ثانية تتصل بالكلوميرولاس هاي النقطة الأساسية من هنا years وشوف وين الاتصال اتجر خط خلصات اللوبوفينلي تعيش تذبت د socio random مثل التوبيول وهاه solelyть تتيجي من هنا نفس الشيء ايضاً هذا هنا الظر أبداً أظل باللوبوفينلي لحد ما أوصل للزمة لهناني لهذا الاتصال حطيت خط وراها ديستال كنفوليوت تيوبول كونكتنك وكلكتنك تااك هذا هو الرسم الحقيقي أنه اللوبوفينلي ترجع مرة ثانية تتحد وتلتسق بمان بهايه الجلوميريولاس شوف أنك بعض الكتب يقولون لا اللوبوفينلي تخلص لهناني وهذا الباقي ديستال كونفول يوتيوب الطريبات يتوسط كلتا النقطة الّ أريد أن تركز عليها انّو هنال النفرونة بأنّو هنال النفرونة نوع اللوب مالتها طويل والنوع اللوب مالتها كسير هاي النقطة الأولى تفيدنا النقطة الثانية أنّو النفرونات كلهم جزء بهم بالكورتكس وجزء بهم بالمدلة من أجل نيفرون ما هو نيفرون صغيرة بالكورتكس كلها ولا اكون نيفرون صغيرة بالمدله كلها ماهنك هوي الي النيفرون لازم يكون بيها جزء بالكورتكس ومالت الكريا للعكديم واجزء بالمدله يعني من أجي اللي أريدك أن تخلوها في بالك طيب هنا يا يقول تقريباً عنا مليون تقريباً مليون هي مليون مئتين ألف بالكليا الواحدة الكني كانو تجينيريكي نيو نفرون الوهدل تموت بعد ماكو خلاص والعدد يقل بالأيجينك كل ما الإنسان يكبر كل ما عدد النفرونات تقل لأني موتاً زيان يوم هي ماخذ لك التدوى الشيكيل يوم هي ضارب أبرد فولتارين فذني تبدي تكتل بالنفرونات ماتلك والنفرونات ماتلك إذا ماتت ما ترجع كل نفرونة قلنا متكونة من تفت أو في الكلوميريولس من عدة غلوميريولس أنصح لها يعني مجموعة كابلاري الغلوميرس هي كابلاري وعاء دموي زيان اللي موجود بي large amount of fluid هنا بالغلوميريولس اللي يصير الفلترايشن شوف شوف شباب هس هاي البومان كابسول هاو ياها البومان كابسول راح تي رح يجيني شريان أصح لأي فرنت يعني هنان هو قلبيها ما يخالف مو مشكلة مين من ياجها ممكن من فوق ممكن من جو المهم الشريان الداخل اللي يطيني دم أصح لأي فرنت بالأي داخل بالأي زيان سوا اللي غلوميريولس ورجع طلع اللي طلع أصح لأي فرنت أي فرنت اسكيب هروب أي فرنت اللي طالح أصح لأي فرنت فهنانه اجي هاي لغلوميريولس اللي داخل أصح لأفرنت مسويلي دور غلوميريولس الدور مسويلي أي فرنت واضح؟ من هنا عمليات الفلترة ركز هنا المصفي مالتنا هنا هذا المصفي مالتنا هنا نجيب الدم نعصر الدم شكو مخلفات تطلع زين تروح من الدم من هنا وين تروح بالإدرار واضح يا هاي هنا الفلترة هنا الكلية كلها على موت هذا المنطقة انو عندك هاي الكلوميريولاس وهاي جواه البومان كبسول الكلوميريولاس تجعصها بيدك هاي شي زين تجعصها بيدك هنا إلا نيجي برشر وضغط قوي نسميه الهايدروستاتيك برشر الضغط الاندفاعي هذا الهايدروستاتيك برشر يضغط لك الفلوت ويضغط لك الدم ف الدم يتصفى من يتصفى الدم يطلع منه المخلفات مالتها كلها تطلع هنا المخلفات مالت الدم هي اللي نصح له إدرار زينيها هاي الفكرة فهنا نشوف هاي الكلوميريولاس اللي عندك شنو اللي هنا لارج أمونت فلود اللي من الكلوميريوس تطلع كمية كبيرة من الفلود من الكلوميريوس تطلع للإدرار طيب الدور وراها تجع عندك وراها الكلوميريوس تجع عندك قنوات طويلة إن نوش ده فيلتر؟ الفلود، اللي يفلتر هذا الفلود اللي فلترناه، راح يمشي ويروح بيها، هذا الفلود اللي فلترناه، من فلترنا هنا، من راح يمشي ويروح، راح تصيح عليها تغيرات؟ يعنيирكم عادة منه الفلتر، منفلتر عشياء مضرّة ومفيدة، لأن اتّعدك مسفي، المصفي فتحاتها هي الكبر هند، يطلع منه الفضلات، وتطلع منه الأشياء المفيدة ؟ الإنفجار جيدة انه فتحات المصفل فالجلوكوز倒ره واليوريا يجب ان يضPR اثنينة يجب ان او الأفضل الذين يعبو 이 الفتحه هل تجب ان تقيشًا here علي الهاتف لذا تقومruk year لأنه لذينama Uhm آجات متقاربة مفيد الي هو أن يحب Mandati كما قد تقوم بتريدي إيجاب المسكس فاتحه Hypote push ما تريد الغلوكوز يتفلتر فالش تسوي تخلي الغلوكوز واليوريا يطلعون ثنانات وما يخالف بس الغلوكوز ترجع تمتصها مرة ثانية أما اليوريا تخليها تمشي وتخليها تطلع بالإدرار واضح هي هاي الفكرة يا شباب هوا يجون طلابي يسألوني دكتور إحنا الغلوكوز مو مفيد الأحماض الأمينية مو مفيدة إحنا ليش نطلحها وبعدين نرجع نمتصها وصارف طاقة وقنوات ومحاضرات الجواب شباب لين هي الفتحة مالتك غصبا عليك إذا تريدها تطلع يوريا فلازم تطلع غلوكوز ما تقدر ما تقدر تخليها متخصصة اليوريا فقط إذا تريدها تطلع يوريا لازم تطلع غلوكوز فيتشسة وتخليها تطلع يوريا وغلوكوز اليوريا ما لك علاقة بيها تطلع بالإدرار أما الغلوكوز ترجع تمتصها واضح يا شباب طيب هنا أنا أحب ألفت نظركم الشغلة مثل ما كان عندك تهنانا الغلوكوز تجعل بيها إلى برسة الغلوكوز تجعل disapprozing إعجاء برسة أخطog أكثر تقليلا وизة الأن ودور الخ�ول الحفاطق لكن ت sought م LEG أكثر برسة أخطÖ واضح إذن إفرنت أرتريول إفرنت أرتريول إفرنت أرتريول صدقوني هاي المحاضرة اللي ما يفهمها بقيات اليورنري سيستم كل شي ما راح يفهم منه يعني حتى بكون واضحين لأن التك هو هذا الأساس اللي راح نحشى عليه أخو ما راح تشيك أشياء غريبة راح أقل لك امتصينا الفلوت من البروكزمال كونفليوتي تتوبيول للبروكزمال كونفليوتي تتوبيول للبروكزمال كونفلير كابلري ما راح أقدر أفيدك زيه اللوبوفن لي من اللوبوفن لي للبروتيوب لركابل لي زيه هاي شغلة الشغلة الثانية اللي موجود ما بين التوبيول ذني وما بين الدم أسميه انترستيشيوم يعني هذا أصيح لانترستيشيوم فغالبا ما نقول الامتصاص للبلط نقول للانترستيشيوم نفس الشي شفت هاي جيد مهمة هاي الحكاية بعدين مرح أقول لك امتصينا الكلوكوز من البروكزمال كونفليوتيوب للانترستيشيوم ستقول دكتور انا اريد انتصل للبلط اقول لك ايه اذا راح للانترستيشيوم يعني دخل للبلط نفس الشي واضح فاذا هاي المصطلحين تخلوها بالبقى لكم البروتيوب لالكابلري والانترستيشيوم اللي يقول لكلوكوزمال تحتوي على نتورك من برانتشين وانستمايزنج يعني هنا انستمايزنج يعني المفروض شنو مرتبطات بيناتن انستموزنج يعني ارتباطات فالكلوكوزمال كما تشوفوه هي العديد من الاوعية الدموية المرتبطة برانتشينج متفرعة ومرتبطة يعني انستمايزنج اللي هي يقول مني تقارنها وبقية يعني الكابلري مات الجسم الشعيرات الدموية مات الجسم راح تلقاه هناك كارثة الضغط اللي بيها وينكو كابلري ضخط بيها 60 زيان شايفي لكم هيت كابلري فقط بالجلوميرولوس هذا الشي ما موجود بكل الجسم لين الغلوميرولوس الضغط مالتها 60 تخيلوا شباب ضغط 60 ليش لاناني اريد اضغط الدم اريد الضغطه على مدفل ترى ولذلك احتاجيني هايدروستاتيك براشر عالي جدا واضح فيقول هنا الضغط اللي بيها كلش عالي مقارنت بالكابلري البقية الغلوميرولوس هيت كفرد باي ابتليال سيل هاي الغلوميرولوس هاي ان شاء الله راح ناخذها نسميها الابتليال سيل وهاي كلها الغلوميرولوس شبهة محاطة بالبومان كابسول وبهاي البومان كابسول هاي ان شاء الله نسميه الفلتريشن برير راح ناخذها بالمحاطرات القادمة بشكل متخصص هلا هو الم quant hamburg أنا كلها طيب هسا هلب político اللي راح يتفلتر من الم عاجي دخل من الم عاجي راحي دخل بالبروكزمة نوعени Lu invers там راح يدخل من البومان كابسول detector وين يراح هاي البومان كابسول يدخل بالبروج proximal 地وبول اللي هي وين موجودة موجودة بالكورتكس هاوي يا البروج sem trig تمام ت Rotary واحد موجودة فقط يعني فوق بالكورتكس طيب من البروكزمال تيوبول الإطلاع لا يذهب إلي مفقودين يذهب إلي مفقودين فهنا المفقودين يموت اليسراء الآخرين uma либо نفسك تلكم مفقودين بالكورتكس إعجائي مفقودين والمفقودين ما هو مفقودين مفقودين والحضورين وفين الوصف اللي هي Down اندي مدلة نازلة بالمدلة كل اللوب بها شغلتي بها descending segment نازلة و بها ascending segment صعدة الوال مع ال descending يعني الجدار اللي بال descending يختلف انا اسميه مهطور مع المي ال descending جيد دائما تخيلوا ال descending لها علاقة بامتصاص الماء ليش؟ لان الماء شايفيه من ينزل هاي يعني انا تربطوح الماء متل الشلال ينزل ال descending لها علاقة بامتصاص الماء أما العلاقة بالأملاح فالأملاح العلاقة بامتصاص الأملاح تمام؟ هسا هايسا عندك وعندك أملاح الأملاح شبي بواحد أضعيفوني أصيح له ثن وواحد ثخين أصيح له ثك شوين فرق؟ إحنا اتفقنا هذا مي وهاي أملاح امتصاص الأملاح بثين بضعيفوني ما يحتاج طاقة باسف أما بثخان بثك يحتاج طاقة هاي موجودة في المحاضرات القادمة بكثرة مركزين عليها فالتتاخذ الأساس من هسة ما تكون شو ما تحتاج تراجع زيان فاتهنان الثين ووتر فقط امتصاص مي الديسندينج الديسندينج is just for water الاسندينج أسندينج أملاح بزيان يا أملاح تمتصها بالثين باسف ترانسبورت ما تحتاج طاقة الثين ضعيفونة ما بيها طاقة بينما ثك سمينة بيها طاقة واضح فيقول كل وبوفن لي بيه ديسندينج للمي واسندينج للأملاح الول ما الديسندينج واللاور اند مات الاسندينج ثن يعني التمن تجي للديسندينج للمب ثن رفيعه واللاسندينج للمب بداية شنو أيضا رفيعه نسميه ثن نسميه ثن سيجمال ذا النهاية وهيا نسميه ثن سيجمال طيب وراه هنانا وانا الافتر اسندينج للمب أوف لوب هزرن باتوي باكتو ديكورتكس يعني ورما الاسندينج للمب هاي الاسندينج للمب بده تصعد وين باتجاه الكورتكس راح شنو هزرن باتوي باكتو ديكورتكس يعني ه هيدة ترجع للكورتكس إتصو البيكم ماتش تيكا راح تبدي تصير ويا باراجع عمالتها راح تصير أثخان فتصير شنو تصير عندك ثيك أسندينج لوب بخير يسمىها الثرق سيغمنت أو الثرق سفرق الأملي فايدن صار عندك ديسندل سيغمنت للمي وآسنننن للمي الأسنينم بيها الثن وفي السوء الثرق أكتف طيب ونفتدي أجمعه الثرق في النفور الثرق السيغمي فعنه الثرق للجلوميليلس في النهاية الثقافة في النهاية الثقافة في النهاية الثقافة وهي في الحقيقة ماكيولا يعني منطقة دانسة يعني ثخينة فبالنهاي القهنان الماكيولا دانسة واضح إذن بنهاية بآخر لحظة بنهاية الثقافة في النهاية الثقافة منطقة تكتل من الخلال أصيح للماكيولا دانسة الماكيولا دانسة تعتبر التحسسات ما تلكلية تتحسس إذا الضغط 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 الآن يسميها التملمة عدد من القهنان فهي الماكيولا دانسة ستعب دور مهم في الصيطرة على الرينال لاينال على النفرون إذا قل الضغط راح تسوي شغلات على مود تزويد الضغط إذا ازداد الضغط هاي الماكيولا دانسة راح تقول يا إبه يا نفرونات يا معودات ترى الضغط ازداد قللالي الضغط إحنا مو قلنا الكليا تتحكم بالضغط لو ما قلنا تتحكم بالضغط شون تتحكم بالضغط؟ شون تدر الضغط صعد أو نزل؟ عن طريق الماكولا دينسة الماكولا دينسة هي اللي تقول هيابة الضغط الزاب قليلي الضغط قل زودي واحد كلام طيب مباشرةً ورا ما عبرت الماكولا دينسة هنا أنا بأبول هيش أول ما خطيت رجلي عبرت الماكولا دينسة بلشنا وين؟ بالديستال كونفوليوتت تيوبيول اللي هي حالها حالة البروكزمال تيوبيول وين موجودة؟ بالكورتكس أيضاً مثل ما قلنا طيب شباب حساً هنا أنا وراي الديستال كونفوليوتت تيوبيول حساً بعدين راح نرجع لذاك بس حسا أنا أريدكم تكملون الفكرة وياهاي زيين شوف حساً هنا أنا شوف هاي الكلوماريلاس بروكزمال تيوبيول زيين هاي هنا اللوبوفنلي شو عرفت من أنا بدت اللوبوفنلي لأن بدت تصر ثن لأن الديسندي هي رفيع فمن أنا هي هاي الديسندي لوبوفنلي هاي أسندي لوبوفنلي اللي هي ش تكون ثن زيين والدور هنانا أسندي لوبوفنلي ثيك وانتي تي خلصت اللي هنانا خلصت لأن هنانا أكو ماكلة دانسة هاي ديستال كونفوليوتت تيوبيول اللي هنانا تخلص وهاي كونكتنج تيوبيول وهاي كونكتنج داكت فهنانا ورا الديستال كونفوليوت تيجعدك الكونكتنج تيوبيول والدور تيجي الكونكتنج داكت الكونكتنج داكت الكونكتنج داكت هاو ياه الكونكتنج داكت جزء منعتها بالكورتكس أسميها cortical collecting duct جزء منعتها نزل بالمدولة سميتها medullary collecting duct فيقول الانيشيال بارت cortical collecting duct جوين يعني ذن cortical collecting duct كل هين يجتمع 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 أنا مودي كونا لي وحدة collecting duct نازلة بالمدولة أصيحلها المدولة cortical collecting duct ورششال لدي أنه ي test cortical collecting duct تجتمع 년 1 2 3 4 ويها 1 5 يجتمع تجتمع المصدى القليل المصدى القليل مدولة مدولة من هاي وين تسوي we silently nella questa اهنان المba الوريBE 72 هي الوريBE 82 المدلالي كولكتون الطيء هنا تنتهي اوزيان اهنان ابالت needs temp كانت تصحت للم نان instal حي blurred gab blow ابا الوري Melanie عدنا تقريباowych هم التي لاعرف بحيث تقريبا المضادة لاعرف هي اوزي الأساس البسيئ لاعرف كذلك كذلك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ا String وبينت diffarsi امريكو اشتركوا في القناة اصيح لها القرانيولار وبعدش اكو اكو بيناتهم مزينجيال سيل يعني هواي انا حاطلك صور شوف هاي الماكلة دنسة جزء من الاسينجيال هاي واحد هاي المتحسسات وهنان الافرنت ارتريول اكو داير مدار الافرنت ارتريول اصيح لها القرانيولار سيلز او جكساقلوميريولار سيلز وبيناتهم اكو المزينجيال سيلز خليتشينفتمشي معنا هاي المصطلحات ماكلة دنسة يعني منطقة غامقة هاي تتحسس اشقد هل الضغط قل او ما قل خلي نقول تحسست انه الضغط صار قليل ماكلة دنسة هي الديتكتور ش راح تسوي؟ راح تديز اشارة الى جكستا جكستا يعني قرب جلوميريولاس يعني جلوميريولاس بمعنو هاي الخلايا قرب الجلوميريولاس جكستا جلوميريولاس قرب الجلوميريولاس وهو الجهاز كله بمعنو قرب الجلوميريولاس فاصح لجكستا جكستا جلوميريولاس طيب هسة هاي الماكلة دنسة تحسست انه قل تريد اتدز الاشارة تريد اتدزها للجكستا جلوميريولاس اللي هي نسميها الجرانيولاس الجرانيولاسر ليش سميها جرانيولار؟ لان بيها حبيبات شبين الحبيبات بيهن الرانين؟ الرانين انزايم اللي هو يكسر لك الانجيوتنسينوجين ويؤدي لك الى تكوين انجيوتنسين 2 اللي راح يرفع لك الضغط فمن قل الضغط هاي الاولانجيولاسر ادز اشارة للجكستا الجلوميريولاسر لتخلي السل تطرح الرانين والرانين راح يرفع الضغط السؤال المهم شون هاي الاولانجيولاسر إذا ع Ewra' عندنا majcludenza هي المتاحسسات Tiextraglomerular cell أو Stral bredрен keshy 250 إن عدوما هي الإنصال من أسفري خاصة عن C 1999